أستاذ عبدالبديع من الشرقية فضل يا أستاذ عبدالبديع يا دكتور سامح الله يخليك فضل يا فن أنت رجل وطني ووطني وعبقري أنت عبقري الله يكرمك الله يخليك أحنا من الشرقية في مركز هي أحسن ناس بارية ما السلامون أحسن ناس حج الله يكرمك يا دكتور عندنا حوالي 500 فدان فيه ما تهمش شبكة طرز زراعي من 93 من 90 ما تفهمش صرف زراعي مفيس صيانة ولا فيه أي يعني احنا عندنا شبكة صرف زراعي محتاجة صيانة ولا ما فيش خالص لا لا فيها بس محتاجة صيانة من 93 مفيش حاج لابنشوف صيانة وكان مرة نجري وروح أهالي القرية مفيش أي حاجة حتى من أيامنا برنامج قريتنا على الشاشة في القناة الرابعة فيه وعرض لها من أياميها ولا فيه أي حاجة خالص وعندنا سرعة اسماء سرعة المسلمية جاملة زي دي ما بتجيش المية نهائيا متمر على قرية السلمون دي نهائي فدكتور احنا يعني فعلا عندنا خمس بيت فدان في قرية السلموني والعزب بتاعت السلموني دي خلاص الأرض ملحت وطبلت بتكلمني كلام مؤسف يعني بتقولي من سنة التسعين ووصلنا صوتنا من خلال الإعلام وأكيد بتروحوا تقدموا شكاوي مفيش حد بيجي عين يشوف عندكم ايه الوضع مفيش تطهير لبعض الأماكن وعنت محافظة الشرقية جي فيها أكتر من وكيل وزارة للري ممتازين واشتغلوا اشمعنا المكان ده يا دكتور ده في حاجة تماما تانية يعني خمس بيت فدان لو نزلت شركة هي مش هتخصر الدولة اي شيء ولا هتخصر الميزانية اي حاج يقول المشكلة انها تتعمل على نفقة المدارعين والبنك وهنفددها للبنك أهم حاجة الشبكة طب انا بس عازالك مفيش يعني ما روحتوش كده قابلت ووكيل وزارة الرايف مرة يا باشا ده احنا بالجنب حملات واللين منزع في الميكرافونات ونحض عربيات والروح ومفيش حاجة وحتى اتكلمنا من زمان في برنامج قريسنا على الشاشة بتاع الاستاذ محمد مصر والهادي عبد العظيم في القناة الرابعة زمان جبل ما تكون خناة القناة ولا في صوت على السنادي ولا حاجة يأتك لو الكاميرات بتبكت الصورة عناية بالنسبة للتصوير ده ما فيوش مشكلة بالنسبة لان انا قابعت كاميرا وده بيشرفنا والناس تيجي تصور عندكم بس انا بتحرك بسرعة النهارده انا هتدي اتكلم مع وكيل وزارة الرأي والصرف بحيس نشوف المشكلة دي يعني ليه الناس دي بتتكلم وبتشتكي من الصرف بقالها سنين طويلة النهارده انتو بتقولوا احنا عايزين نعدل من الوضع ومستعدين نسدد عايزين نشتغل معاكم بس حد ييجي يشرف على المشروع لان ده لازم يتصمم ويتنفس بطريقة هندسية معينة عشان ما يبقاش في منه مشاكل فالاسرع ان احنا هتواصلك مع وكيل وزارة واحددلك معاد معاه وتروح وتاخد معاك بعض من المستفدين من الاراضي او اصحاب الاراضي في المنطقة دي نبتدى نقعب مع بعض ومعاه نشوف هنعمل ايه الوضع ده ما يتسكتش عليه يا جماعة احنا بنتكلم على 500 فد من اجود الاراضي في محافظة الشرقية وفي فلاحين بيعرفوا الارض بيعرفوا يتعاملوا مع الارض وبيحبوها بيقولوا احنا عايزين نطور وعايزين نعدل نساعدهم ولا ايه الاخبار انا متأكد ان ان شاء الله حيتم يعني اتخاذ اجراء جيد تجاه هذا الملف كل اللي انت هتتعب فيه معايا شوية ان انت اتتبعني وهحددلك معايا تروح تقابل فيه وكيل المزارة لكن وعدين المياه مين في الري في طرعة المسلمية اللي نزل من الزيزين هو كل المشكلة كل ما بتفتح تفتح ترعى حوالي على كل 10 كيلو لمدة ما يتمش ساعة واحدة عشان تقضل الزيزين ما اقولك يا سيزعب البديع الصرف مهم عندي قوي زي الري الارض اللي بتشرب ميا دي عايزة تصرف المياه الزيزين علشان تفضل الارض بتاعتنا خصبة ومنتجة كده الوضع ما ينفعش مش هنعرف نشتغل فانا بقولك انا ان شاء الله هتابعلك مع السيد وكيل الوزارة الري والصرف وعايزين منه تقرير مفصل عن وضع ال 500 فدان او المنطقة السلاموني يقول لي اخبارهم ايه في الري والصرف وهرد عليك على الهوى بازن الله باشكورنا الخط رقم 26 يا دفع انت سيب لي بس رقمك خط رقم 26 حاضر